بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه وسلم عدنا إليكم أعزائي الطلاب في درس جديد جدا رائع اللي هو النموذج النووي معكم الأستاذة العنود الهملان بالبداية الدرس كان عندنا مهمة آدائية وسؤالها ماذا اعتقد تومسون للمادة ماذا كانت الإجابة ممتاز أعزائي الطلاب أنتم رائعين إذن اعتقد أن المادة الثقيلة هي الموجبة وأن الشحنة تملأ الذرة وصور الإلكترونات على أساس أنها أحسنتم سالبة الشحنة على أنها تتوزع خلال هذه المادة الموجبة يعطيكم العافية إذن تعلمنا في الدرس السابق نراجع مع بعض مراجعة سريعة اللي هو أخذنا التجربة الاستهلالية القطع النقدية ومثلناها بأنها النموذج الذري أو النموذج النووي وبعد ذلك عرفنا مكونات الذرة أنها تتكون من إلكترونات تدور حول هذه النواة الساربة الشحنة وأن بداخلها نواة ومعظمها ثقيلة وتكون موجبة كما صنفها العالم تومسون النموذج النووي نتناول الأهداف والمرجو تحقيقها في هذا الدرس بإذن الله واحد تصف تركيب نواة الدرة اثنين توضح الطريقة التي تستخدمها راذرفورد لدراسة النواة ثلاثة تقارم بين طيف الانبعاث المستمر وطيف الانبعاث الخطي المفردات اللي عندنا أول شي جسيمات ألفة النواة طيف الامتصاص وأخيرا طيف الانبعاث بالبداية إحنا أخذنا مقدمة وقلنا أن اتفق العلماء في القرن التاسع عشر على وجود ماذا أحسنتم على وجود ذرات كلنا إحنا متفقين أن الكون كله مكون من ذرات اثنين قالت العالم تومسون العالم تومسون ماذا قال قال أن الذرة تتكون من جسيمات دون ذرية وأن الإلكترونات سالبة وكتلتها صغيرة وأن الذرة تكون متعادلة معظم حجمها فراغ هذا من اللي قاله العالم تومسون بعد ذلك جاء عندنا عالم آخر اللي هو العالم راذرفورد اللي شرحنا تجربته في الدرس السابق ماذا فعل العالم راذرفورد؟ قذف جسيمات ألفة طبعا جسيمات ألفة نركز أنها موجبة الشحنة على صفيحة الذهب قال أنها تنقسم عندنا الأشعة الجسيمات الألفة إلى ثلاثة أقسام منها ما عبر ومنها من عكس ومنها من حرف بزاوية كبيرة كان عندنا العالم راذرفورد وذكرنا تجربته بأنه أطلق جسيمات من أشعة وهذه الأشعة صدمت برقيقة الذهب وكما ذكرنا أنها انقسمت إلى ثلاثة مسارات أجر العالم تجربة باستخدام مركبات مشعة تصدر أشعة نافذة ووجد أن بعض هذه الانبعاثات جسيمات فراغ الشحنة إذن الجسيمات التي أطلقها على الذهب ما نوعها بما أن جزء منها ارتد هيا ثالث أحسنتم إذن هي عبارة عن جسيمات موجبة وثقيلة وتتحرك بسرعة عالية الشحنات طبعا ثقيلة وتتحرك بسرعة عالية ماذا سمي هذه الجسيمات التي أطلقها على رقيقة الذهب أو صفيحة الذهب أحسنتم اللي هي جسيمات الألفة لكن ما رمزها طبعا جسيمات ألفة موجبة لكن ما رمزها؟ رمزها كما نعلم بهذا الرمز كأنك تكتب خطأ وطبعا يكون على جنب بهذا الشكل إذن هذا رمز الجسيمات ألفة طيب كيف يمكن الكشف عن هذه الجسيمات في تجربة راذرفورد؟ كيف أقدر أن أكشف عن نوع هذه الجسيمات التي أطلقها على صفيحة الذهب؟ نشوف مع بعض عندنا صورة هذه الصورة فيها جسيمات ألفة ونحن أخذنا في الباب الأول ومنذ علوم المتوسط والابتدائي أن الضوء يسير بخطوط مستقيمة وهي عبارة عن أشعة إذن مركزة في حزم ضيقة وبالتالي تسير هذه الجسيمات ألفة الموجبة بخط مستقيم مجرد أنها وصلت إلى رقيقة الذهب اصطدمت بنواة الذهب أو في نواة الذرة وبعد ذلك جزء منها انحرف وجزء منها ارتد إذن هنا عرف أن فيه ارتداد لعدم إكمال هذا المكان الأشعة التي سارت كما سارت بقية من الأشعة جسيمات ألفة إذن جسيمات ألفة بعضها مر لماذا؟ لأن معظم حجم الذرة فراغ والبعض الآخر انعكس بزاوية معينة والبعض الآخر تشتت بزاوية مختلفة والذي في بعضهم بعد انعكس على نفس مسارة إذن هنا بواسطة ماذا؟ إذن بواسطة ومضات طوئية تنبعث متى عندما تصدد من الجسيمات مع شاشة مطلية بطبقة من كبريتات الزنك إذن هنا عندنا صورة مصغرة لتجربة رادرفورد نلاحظ أن هنا هذا عبارة عن مصدر جسيمات ألفة إذن هذا هو عبارة عن مصدر جسيمات ألفة انطلقت الجسيمات ألفة على شكل حزمة مركزة واصطدمت بصفيحة أو رقيقة الذهب إذن جزء منها نفذ لماذا؟ لأن معظم حجم الذرة فراغ والبعض الآخر تشتت بزوايا مختلفة وكما أن بعضها ارتد مرة أخرى على نفس جسيمات ألفة الموجبة إذن هنا نشوف حتى من هذه الصورة نشوف تقريبا اللي هي جزء من أشعة ألفة الموجبة عندما اخترقت اللي هو صفيحة الذهب واصطدمت بالنواة إذن سمح للجسيمات بالسقوط على شاشة دائرية فلورية طبعا هنا حط عندك شاشة حتى يجمع الأشعة المنحرفة أو المشتتة بعد انعكاسها ويبدأ يقيس في الزوايا إذن هنا عندنا سؤال من أسئلة التحصيلي يقول لك حدد مجموعة من العلماء أن الشحنة موجبة للدرة وأكثرها من 99.9% من كتلة الدرة أي أن معظم حجب الدرة يتركز بداخل النواة منهم طبعا للاختيارات اللي عندنا في الفراغ المحيط بمركز الدرة أم في القشرة الخارجية للدرة أم في النواة أو متوزعة بانتظام داخل الدرة اختر عزيز الطالب الإجابة الصحيحة أحسن طبعا راح تكون معظمها في النواة طيب هنا عندنا ملاحظات راذرفورد على تجربات سوى طبعا أي تجربة أنت تجريها لازم تكتب ملاحظاتك عليها أن معظم جسيمات ألف عبرة الصفيحة الذهب وعبدون أن انحراف ما معنى ذلك؟ معنى أن حجم الدرة راح يكون فراغ انحرف قليل عن مسارها بسبب اصطدامه بالنواة وبعضها ارتد بزاوية كبيرة بسبب انصطدام هذه الجسيمات بالنواة الدرة الموجبة والجسيمات ألفة موجبة فموجب مع موجب ماذا يحدث؟ يحدث تشتد أو انحراف كبير إذن هنا له استنتاجات أو وصلنا إلى استنتاجات العالم رادر فورد على تجربته فما هي استنتاجاته؟ أول شيء يقال أن معظم حجم الدرة فراغ جميع شحنة الدرة متمركزة في حي صغير وثقير وتسمى النواة أحسنتم إذن هنا عندنا تقييم يقول لك في مركز الدرة تتركز فيها شحنة الدرة الموجبة وكتلتها كيف تكون كتلتها؟ أحسنتم كتلتها طبعا اللي هي أو النواة تكون شحنة الدرة الموجبة وين تتركز فيه؟ بداخل النواة أثنين موزع خارج وبعيد عن النواة من اللي موزع خارج وبعيد عن النواة؟ والفراغ الذي يتشغله الإلكترونات يحدد حجم الكلي للدرة من هم؟ أحسنتم اللي هو طبعا الإلكترونات موزع خارج النواة طيب في تعليم عندنا أعزائي الطلاب يقول لك إن سمي نموذج راذرفورد للذرة بالنموذج النووي لماذا سمي بهذا الاسم؟ وما علاقة النواة؟ عفوا وما علاقة راذرفورد بالنموذج النووي أحسنتم لأنه بيّن أن جميع الشحنة متمركزة وين؟ بداخل النواة إذن هو لما أطلقش جسيمات الألفة واصطدمت بالنواة تشتتت هذه الأشعة بالرغم جزء كبير مر من خلالها إذن هنا بدأت تشغل حيزة إذن سمي بالنموذج النووي لأنه دائما تتركز في النواة أو عفوا أن الجسيمات الألفة الموجبة تنطلق وتصطدم بالنواة وتتشتت هنا بدأ انحرافة وبدأ يدرس النواة إذن متمركزة ذرة في حي صغير جدا وثقيل يدعى النواة في عندنا هنا مجموعة من الأطوال الموجية كما تشاهدون تنبعث من الذرة لكن ما هي هذه الأطوال الموجية التي تنبعث بما أني قلت تنبعث أحسنتم إذن أطوال يعني أكيد تختص بالطيف وتنبعث إذن تختص بطيف الانبعاث إذن ما المقصود بطيف الانبعاث هو عبارة عن مجموعة من الأطوال الموجية التي تنبعث من الذرة عندنا هنا صورة لنموذج من سلسلة من الخطوط المنفصلة على شاشة إلكترونية السوداء ذات الوان مختلفة لكن كيف نحصل على طيف الإنبعاث للذرة؟ كيف نحصل عليه؟ نحصل على طيف الإنبعاث للذرة عن طريق أولاً نحضر أنبوب تفريغ غاز طبعاً هذا أنبوب مفرغ من جميع المواد ما عدا الغاز الذي أريد أن أختبر نوعه فأضعه بداخل الأنبوب وأمرره من خلال شق طبعاً الأشعة ستنفذ بشكل مستقيم تصطدم بمين؟ من يواجهها؟ أحسنتم يواجهها منشور إذا واجهها منشور سيحدث هنا انكسار للضوء وبالتالي تتكون لدينا خطوط منفصلة على شاشة سوداء نسميها بالشاشة الإلكترونية إذن هنا معناها أني أنا وضعت الغاز تحت فرق جهد عالي وبالتالي انبعت منه الضوء إلى أن اصطدم بالشاشة الإلكترونية وظهرت لنا بوضوح الخطوط المنفصلة هنا نسميه بطيف الإنبعاث الخطي لماذا خطي؟ لأنها خطوط ظهرت لنا خطوط وهذا الخطوط عبارة عن طيف الإنبعاث الخطي طبعا كما شرحناه يوضع الغاز في أنبوب تفريغ تحت ضغط منخفض ونطبق فيه فرق جهد عالي على العينة وبالتالي يتوهج هذا الأنبوب ويظهر لنا لون الغاز في عندنا طريقة أني أكشف على نوع الغاز من خلال هذا الأنبوب فإذا توهج الغاز باللون الأزرق معناها الغاز في هذه الحالة يكون زعبق أما إذا توهج الغاز باللون الأحمر مزرق معناها أن الهايدروجين أما إذا توهج هذا الغاز باللون البرتقالي وردي يكون الغاز الذي عندي نيتروجين إذن مهم هذا الجهاز أنبوب التفريغ بالإضافة إلى جهاز المطياف الذي يقيس الأطوال الموجية عندي هنا يمر الضوء المنبعث من خلال منشور المطياف فيتشتت وتعمل عدسة على تجميع هذا الضوء وبالتالي يسقط على شاشة فوتوغرافية أو نسميها الشاشة كاشف إلكتروني وتظهر لنا الخطوط بهذا الشكل مرة أخذت غاز وآخر وغيرت الغاز لاحظت أنه يتكون عندي ليس من أربعة خطوط وإنما من سلسلة من الألوان الطيف المرئي تبتدأ من الأحمر وتنتهي بالبنفسجي إذن في هذه الحالة لا أسمي طيف الانبعاث بالطيف الانبعاث الخطي ماذا أسميه؟ أحسنتم أعزائي الطلاب نسميه بالطيف المتصل أو الطيف المستمر لماذا؟ لأنه ظهرت جميع ألوان الطيف المرئي بدون خطوط إذن هذا الطيف ينبعث من جسم ساخن إذن لما يكون عندنا ضوء أو مصباح والمصباح هذا ينتج ينتج الضوء عبارة عن تسخين الفتيل بداخله نحن نشاهد بداخل هذا الضوء عبارة عن فتيلة معدنية عندما تنتقل الإلكترولات من الأشعر إلى المهبض وخلال فترات عالية من التشغيل يبدأ تسخينها ومن ثم تتوهج لنا بإضاءة عالية وبعد ذلك لما أضحها على منشور ثلاثي ألاحظ أنه ينكسر الضوء ويخرج لنا ألوان الطيف السبعة أو ألوان الطيف المرئي إذن هذا عبارة عن حزمة متصلة إذن ما اسمه طيف؟ الانبعاث أيها أحسنتم المتصل أو المستمر إذن طيف الغاز يكون سلسلة من خطوط المنفصلة ذات ألوان مختلفة كما نشاهدها عندنا نوعين من الغاز عندنا غاز الباريوم وعندنا غاز الزئبق لكن ظهر على الشاشة الإلكترونية خطوط كلهم ظهروا عليها خطوط لكن اختلاف الخطوط هنا عندنا ثلاثة أصفر هنا عندنا خمسة أصفر متفرقة إذن هنا يختلف غاز الباريوم عن غاز الزئبق عندنا أسئلة من أسئلة التحصيلي يقول لك اختر الإجابة الصحيحة عزيزي الطالب ما هو الجهاز المستخدم لدراسة الأطياق؟ هل هو سبكترومتر أم المطياف أم الجلفانومتر أم أنبوبة تومسون؟ أحسنت طبعا المطياف هو الذي يستخدم لقياس الأطوال الموجية أيضا عندنا سؤال آخر يقول لك هنا المواد الصلبة المتوهجة تنتج؟ أحسنت عزيزي الطالب اللي هي حزمة متصلة من الألوان طيب عندنا أيضا تقييم يقول لك فسر لماذا تختلف الأطياف الخطية الناتجة من أنابيب التفريغ لغاز الهيدروجين عن أطياف الناتجة من أنابيب التفريغ لغاز الهيليوم أي إجابة صحيحة بنظرك؟ ممتاز طبعا الإجابة الأولى كل عنصر له تكوين مختلف من الإلكترونات ومستويات الطاقة نجي ما هو استخدام طيف الإنبعاث؟ طيب نحن نعرف طيف الإنبعاث ما هو استخداماته؟ أول شيء إنه وسيلة تحليل مفيدة أيضا يستخدم لتحديد نوع عينة من الغاز تكون مجهولة يعني لو جاني غاز وأنا ما أدري وش نوع مستحيل أني أستنشقه بل أضعه بداخل هذا أنبوب التفريغ وأجري التجربة والتالي حدد لي بحسب معلوماتي السابقة ألوان طيف غاز الهيدروجين وغاز النيتروجين وغاز الباريوم وأيضا غاز الهليوم غاز الصوديوم والنيتروجين والهيدروجين والباريوم عندنا هنا لتحديد نوع عينة غاز مجهولة ذكرناها وأيضا لتحليل خليط من الغاز هذه كلها استخداماته نجي للطيف الثاني اللي هو طيف الامتصاص ما المقصود بطيف الامتصاص؟ طيف الامتصاص هو مجموعة مميزة من الأطوال الموجية تنتج عند امتصاص الغاز جزء من الطيف وتستخدم للتعرف على نوع الغاز إذن لاحظنا التعريف نفس تعريف طيف الانبعاد إلا اللهم كلمة تمتص أو عند امتصاص إذن هنا أعرف نوع طيف إذن طيف الامتصاص التجربة إحنا لما ناخذ اللي هو ضوء أبيض عادي ونسلطه على غاز أو بخار الغاز عندنا بخار الصوديوم هنا وبعد ذلك يصطدم طبعا راح يمر من عند البخار يصطدم بالمنشوع راح ينكسر ويحدث لنا أو يكون لنا خطوط أو سلسلة من ألوان الطيف المستمر إذن بتقولون هذا انبعاد بقولك لا لو راح حط الشاشة يتكون عندنا خطوط معتمة سوداء بداخل السلسلة المتصلة إذن ما معنى ذلك أن في هذه الحالة ليس طيف الانبعاد وإنما طيف امتصاص إذن كيف نحصل على طيف الامتصاص راح نمر الضوء أبيض خلال عينها من الغاز والمطياب وبعد ذلك الغاز راح يمتص أطوال موجية محددة من الضوء الأبيض فتظهر على شكل خطوط هذه الخطوط سميت باسم العالم مكتشفها فران هوفر إذن هنا يظهر الطيف المستمر للضوء الأبيض يتخلله خطوط معتمة وهي من هذه الخطوط أحسنت إذن هي طيف الامتصاص إذا شفت شاشة ملونة فيها خطوط معتمة إذن هذه طيف الامتصاص طبعا عندنا يتكون من العديد من خطوط المميزة هنا عندنا طيف الامبعاث للصوديوم لاحظنا أنها شاشة أكترونية سوداء فيها خطين إذن هذا الخطين هي الملونة وليس سوداء إذن هذا طيف انبعاث العكس صحيح هنا لما تكون سلسلة من الألوان متصلة وفيها خطين معتماء أو خطين سوداء إذن هنا طيف امتصاص واضح؟ الفرق بينهم طيب أعزائي الطلاب نبغى نشوف استخداماته أول شيء تستخدم في التعرف على نوع الغاز ونحدد مكونات غاز ما من خلال معرفة الأطوال الموجية للخطوط المعتمة في طيف الامتصاص لهذا الغاز في عندنا هنا خطوط فرانهوفر خطوط فرانهوفر كما ذكرناها هي عبارة عن شاشة متصلة من الألوان لكن هذه الألوان تكون عبارة عن سلسلة متصلة وفيها خط أسود إذن هذه الخطوط السوداء تسمى خطوط فرانهوفر هنا عندنا ما هو وصف طيف الامتصاص عزيزي الطالب؟ أحسنت هي عبارة عن خطوط المعتمة تتخلى الطيف ضوء الشمس طيب ما هي أهميتها؟ أهميتها طيب ما الفائدة منها؟ أحسنتم أهميتها أول شيء نحدد مكونات الغلاف الشمسي وأيضا نقدر نحدد النجوم مكوناتها ونقارن الخطوط المفقودة في الطيف المرئي مع طيف الامبعث معلوم يعني تكون عندنا عينة من الغاز معلوم وقارنها بعينة من الغاز المجهول وبعد ذلك أقدر أحدد نوع الغاز المجهول إذن هنا علل عزيزي الطالب ظهور خطوط معتمة تتخلى الطيف ضوء الشمس لماذا أحسنت عزيزي؟ لأن ضوء الشمس يعبر أو يعبر خلال الغلاف الغاز المحيط بالشمس فتمتص الأطوال الموجية محددة ممكن طول موجية تاخدها لا وإنما طول موجية محددة تبدأ تمتصها بالغلاف الجوي لكن ما أهمية دراسة الأطياف؟ ما أهميتها؟ إذن أهميتها أنها تعد فرعا من فرع علوم التحليل الطيفي وكذلك لها أهمية بالغة في صناعة والبحوث العلمية وكذلك أدات فعالة لتحليل الفلزات الموجودة على سطح الأرض وأيضا الأداء الوحيدة المتوفرة لدراسة مكونات النجوم وإذن هنا عندنا أسئلة من أسئلة التحصيل يقول لك إذا وضع غاز نيون في أنبوب فإن طيف الإنبعاث الدري يشع متى؟ عندما نزيد من؟ أحسنت عزيزي الطالب عندما نزيد فرق الجهد يقول لك هنا خاصية تتميز بها نوع الغاز هل هو طيف الإنبعاث الدري أم طيف المغناطيسي أم طاقة الكم أم طاقة الفوتون؟ أحسنت عزيزي الطالب الذي هو طيف الإنبعاث الدري يقول لك أي العبارات الصحيحة التالية؟ الغازات الباردة تبعث أطوال موجية نفسها التي تبعثها عندما تثار؟ أم الغازات الباردة تؤين الأطوال الموجية عندما تثار؟ أم الغازات الباردة تثير الأطوال الموجية التي تثيرها عندما تثار؟ أو الغازات الباردة تمتص الأطوال الموجية التي تبعثها عندما تثار انتبه عزيزي الطالب أحسنت طبعا الإجابة D هي الإجابة الصحيحة إذن هنا هي الغازات الباردة تؤين الأطوال الموجية عندما تثار أربعة يقول لك أدى متوافرة الوحيدة حالية لدراسة مكونات النجوم يعني مستحيل أن أدرس مكونات النجوم إلا بهذه الأدوات على مدى الفضاء الفسيح من هي؟ هل هي مركبات الفضائية أم التولسكوبات العملاقة أم التحليل الطيفي أم قذائف البروتونات؟ ممتاز طبعا درسنا اللي هو التحليل الطيفي ليس قذائف البروتونات وإنما بالتحليل الطيفي هنا الإجابة التحليل الطيفي طيب الجهاز المستخدم لدراسة الأطياف الذرية من هو؟ طالما أني أنا أدرس طيف ذري إذن راح أستخدم أحسنتم اللي هو المطياف في عندنا أيضا أسئلة اللي هو مكتشف النواء من هو؟ أحسنتم اللي اكتشف النواء اللي هو عالم راذرفورد طيب مدى لا ارتداد عدد قليل من جسيمات ألفة؟ لماذا؟ لأن أحسنتم معظم حجمها فراغ أي التالي لا يعد من خصائص الضرة أنه طبعا مستحيل أو لا يوجد فراغ داخل الضرة والذرة أساسا موجود بداخلها نواء وبذلك وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم اللي هو تناولنا في هذا الدرس جسيمات ألفة الموجبة وعرفنا أن رمزها يكون بهذا الشكل يكون الرمز جسيمات ألفة بهذا الرمز وعرفنا أن النواة التي تكون معظم حجمها الذرة طبعا معظم حجمها فراغ وتتركز النواة في حيز ضيق وتقيل وتكون شحنتها موجبة عرفنا طيف الانبعاث وأنه ينقسم إلى قسمين اللي هو خطي ومستمر وعرفنا أيضا طيف الانبعاث وتكون فيه خطوط فرنهوفر وتعلمنا على فوائد التحليل الطيفي وأخذنا جهاز المطياف وما هو لجهاز قيس الأطوال الموجية عندنا مهمة أدائية نتناول حلها بإذن الله تعالى في الدرس القادم وبذلك نستودعكم الله لقابكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى